السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ويرب الجميع يكون دايما بخير موضوع الفيديو النهاردة تحت مسمى صورة عجبتني الغرض منها ان انا بعرض صورة فعلا عجبتني نزلتها على النابتوب وعلى الموبايل وبقت نرفعها على صفحتي بحيث كلنا نتعلم منها الصورة ديت صورة محطة الرمل الزمام بالاسكندرية وحن عارفين مدينة اسكندرية فيها مباني كثيرة زادة طراز معماري متميز زادة طراز معماري متميز يمكن exceptionally ان نهدها لتيجة انها لها ملامح وفكر معماري او كان هناك اخصائف مهم ساكن فيها او كان مظهر سياحي الاخير من الافكار المختلفة نشوفها من خلال القانون اللي بتحدد مباني زاد طراز معماري متميز معنا ايه مباني زاد طراز معماري متميز خد بالك، لن مباني اسرية مباني أسرائي مباني تنتمي الحضارة المصرية الأديمة أو الحضارة الرومانية أو الحضارة إغرقية أو الحضارة فارسية في مصر يوجد الحضارة المتعلقة بالفكر المسيحي والحضارة الإسلامية إلى أخرى من الأفكار المختلفة التي تنتمي الحضارات المباني الزاد التراز المعماري متميز مبنى وحيش مامير مكمل عن 100 سنة لكن يوجد مباني الزاد التراز المعماري متميز مرتبط به كأنه مظهر سياحي ويذهبون ويتخذ بردوء مهم أو ملمح المبنى مبنى واحد يبنى على اصص معمارية معروفة هذا المباني الزاد التراز المعماري متميز في عوجالة طبعاising تعدال تراز التحدي الزاد التحدي تعدي لأن تعدال رابط على 100 سنة فالتحدي ان احنا نحافظ عليه نفس الصورة بصرية تكون موجودة في العصر الحديث شبه الوقت بهو بالظهر دي في الدور المتقدمة بيبين يقول لك الصورة دي من 100 سنة والصورة حالية ودقي مفيش اي اختلاف بين الاثنين الا حاجات طفيفة جدا طبعا احنا نشوفنا دلوقتي الشارع على نهوت وحط الرن هتلاقي الدنيا اختلافين هتلاقي المباني شكلها اختلاف من بره هتلاقي الاسطح تضاف عليها هتلاقي الفتحات عندي اتحط عليها تكيفات اتحط عليها لافتات اتحط عليها اضاءات باشكال مختلفة دور الارض بدأ يتحول طبعا هنا كان تجاري برضو اتعمل دلوقتي تجاري بس بقى يتحط يفط بدأ ان يتعامل بتالين الدنيا اختلفت خالص عن زمان حتى شكل المبنى التفاصيله انه محتاج صيانة ما بقاش فيه صيانة فبالتالي الصورة البصرية اختلفت فده التحدي اللي احنا دايما بنواجهه ان احنا نحافظ على تراثنا محافظ على مبانينا محافظ على ثقافيتنا محويتنا tripodنا هه الفكرة من مبانى ذات طراز المعمالى المتميز فكرة فكرة المجتمعой في العصر و امراه اختناء التقافة من дорor category ان احنا نستخدمها لاطفيذ ourselves مستخدم على این� حتى الشوارع، حتى الترامب، حتى الشادر الموجود في المحلات، وده كلها حاجات من الضرورة ان احنا نحافظ عليها الموضوع في غاية الاهمية، اللي فينا ماشي في استيكا ديت او حال بيعمل ابحاث سرط مجالسير او دكتوراه او ابحاث علمية او مهتم مضادة هولد بشكل عام انا عمل بحث نشرته من حوالي سنة في 2022 بيحمل اسم المباني ذات الطراز المعماري متميز ما بين الاهمال والاندصار اول تاني المباني ذات الطراز المعماري متميز ما بين الاهمال والاندصار وده منشور في كلية الهندسة جامعة طنطة في 2022 باسم دكتور كامال الجبلوي باسمي وكان بحث فردي انا بقولي كلام وقت من باب نشر العلم وتمنى من الله عز وجل يكون علم منتفع به الا يوم القيمة شكرا ليكم وشوفكم دايما على خير